السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائي المشاهدين في فيديو جديد على قناتكم قناة بحبك يا بلادي الهلال السعودي يقترب من ضم السوري عمر السومة لصفوفه نقلا على الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسيل قبل أن أدخل في تفاصيل الخبر أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس من الزرار الأحمر أسفل الفيديو كي تدعمونا وكي يصلكم كل جديد فجر عبد العزيز المريسيل الإعلامي الرياضي مفاجأة من العيار الثقيل تخص السوري الدولي عمر السومة مهاجم فريق أهل جدة كاشفا اقتراب رحيل اللاعب عن صفوف الراقي وأكد المريسيل في تصريحات تلفزيونية قائلا أن السوري الدولي عمر السومة يتبقى له موسمين في عقده مع الأهلي إلا أنه أصبح قاب قوسين أو أدنى من الرحيل والانضمام إلى الهلال وأضاف أوجه رسالة للأمير منصور وأطالبه بالاجتماع مع السوري عمر السومة لبحث الموقف قبل أن يفاجئهم اللاعب برغبته في الانتقال للهلال وانضم السوري الدولي عمر السومة لصفوف الأهلي في يوليو 2014 الماضي قادما من القادسية الكويتي بعقد يمتد حتى يونيو 2020 قبل أن يمدت تعاقده لموسم إضافي وشارك المهاجم السوري صحب 30 عام منذ ارتداء قميس الأهلي في 150 مباراة أحرز خلالهم 142 هدف وتمكن من صناعة 21 تمريرة حاسمة لزملائه وتنتظر جماهير الأهلي السعودي الإعلان عن الرئيس الجديد للنادي والذي ستصفر عنه الانتخابات القادمة وذلك بعد انتهاء تكليف عبدالله بترجي ورحيله عن الراقي وتكليف أحمد الصيغ بتسيير الأعمال لحين انعقاد العمومية القادمة ومن المتوقع أن يفوز الأمير منصور بالمشعل برئاسة النادي الأهلي السعودي حيث أنه المرشح الأبرز في الانتخابات القادمة وتعاول عليه الجماهير الكثير في الحفاظ على نجوم الفريق وعلى رأسهم العكيد السوري عمر السومة والتعاقد مع مدير فني جديد على مستوى عالي شكرا لكم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته